أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام من مخيم عايدة في محافظة بيت الأحمد نرحب بكم في هذه النافذة التي من خلالها نلتقي بلا سيرة المحرر محمد كراجة الذي أمضى في سجون الاحتلال 17 عاماً وتم الإفراج عنه قبل يومين بطبيعة الحال سنقف وإياكم مع أحوال الأسرة وما يعانونه من خلال رسالة الأسرة التي حملها معه الأسير المحرر محمد كراجة محمد الحمد لله على سلامتك بداية حدثنا عن مشاعرك الآن بعد الإفراج بعد 17 عاماً في السجون بارك الله فيكم أهلاً وسهلاً بكم في فضائية الجزيرة وهذا أن يعبر هذه المقابلة أن تعبر تعبر عن التزامكم الحقيقي اتجاه قضية الأسرة أنا والحمد لله بعد اللقاء بأهلي وشعبي كالطفل الصغير الذي يبحث بين الأشياء أنظر وأسمع هناك حالة من الإرباك موجودة بداخلي الحمد لله أنني التقيت بوالدتي التي صبرت وصمدت 17 عام ووالدي العزيز وإخوتي وأهلي وأبناء شعبي الذين أنسوني بهذا الاستقبال وهذا الالتفاف الواسع حول السبعة عشر عام والمعاناة التي أمضيتها داخل السجون الفرحة ممزوجة بشيء من الألم والغصة لأن هناك الكثير من الإخوة تركتهم خلفي إخوة أمضو الكثير من الأعوام ثلاثين عام وخمسة وثلاثون عام وهناك الإخوة المرضى والأسيرات والأشبال الحمد لله وإن شاء الله أن يمن عليهم الله عز وجل بالفرج والحرية وأن يرجعوا إلى ذويهم وأهلهم عما قريب محمد كيف تصف السنين السبعة عشر التي قضيتها في السجون؟ هذه السنين كانت صعبة جدا جدا السجن معروف شو يعني السجن معناته سجن الحمد لله بصبر من رب العالمين وبدعم من أهلي دعم معنوي كبير مرت هذه السنين الحمد لله وأسأل الله عز وجل أن يمن على باقي إخواني هناك بالفرج والحرية لأن الوضع بالسجون حقيقة يرثى له فهذا الاحتلال لا يرحم كبير ولا صغير ولا امرأة ولا عجوز ولا شيخ أطالب من هنا كل المؤسسات المحلية والحقوقية والدولية والصريب الأحمر والسلطة الفلسطينية والفصائل والقوى الفلسطينية جميعا إلى العمل الفوري على إنهاء معاناة هؤلاء الرجال والأسيرات والأشبال والأسرى المرضى والأسرى القدامى الذين يموتون في اليوم ألف وألف مرة أسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالفرج والحرية نعم محمد الآن الوباء منتشر سواء في الخارج أو حتى في سجون الاحتلال كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع بين الأسرى؟ من أصعب الفترات التي أنضيتها بالسجن السنة الأخيرة بداية تفشي وباء وفيروس كورونا كما تعلمون يعلم الجميع هناك اقتضاد داخل السجون لا سمح الله ونسأل الله عز وجل أن لا ينتشر المرض بين الأسرى لأنه في حال انتشر المرض داخل الأسر فستكون هناك كارثة إنسانية يوجد اقتضاد هناك تخوف على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى ذويهم والمصير مجهول فهناك حالة من الارتباك والخوف الشديد داخل السجون وهناك أخوة مرضى وأخوة كبار سن مثل الشيخ فؤاد الشوبكي الذي تجاوز الثمانين عام فإن شاء الله أنه ربنا بيحميهم وبعطيهم الصحة وطولة العمر وأسأل الله العلي القدر أن يمن عليهم بالفرج والحرية من خلال معايشتك للأسرى محمد خلال هذه الفترة التي انتشر فيها الوباء هل كان هناك من إجراءات وقائية تقوم بها مصلحة سجون الاحتلال من تقديم معاقمات منظفات الأسرى أم أن هناك كان إهمال في هذا الجانب إدارة السجون تستغل وضع الوباء بالتجديد على الأسرى بحجة الوقاية من فيروس كورونا كل الأمور التي تتعلق بالمحافظة والنظافة يتم شراء على حساب الأسرى من كمامات إلى معاقمات إلى صابون إدارة السجون لم تقدم أي شيء إلى الأسرى بالعكس هناك تجديد بحجة فيروس كورونا وبحجة أن هناك وباء وبحجة أنهم يريدون أن يحافظوا على حياتنا ولكن هذا التجديد قلب عكس ذلك فأصبحت السجون لا تطاق والوضع بالسجون لا يطاق اليوم ما هي الرسالة التي حملتها من الأسرى محمد من خلفك؟ رسالتي من الأسرى أنا حملت رسالتين الأولى الأسرى يريدون الحرية لا يريدون ارتبا ولا رواتب ولا يريدون أن يدخلوا بأي مشاحنات أو خلافات داخل الساحة الفلسطينية فيجب العمل الفوري على إطلاق صراح الأسرى ويجب إنهاء هذه المعاناة ويجب أن يعودوا إلى أهلهم وإلى ذويهم وبالأخص الأسرى المرضى هناك فيما يسمى مستشفى الرملة هو ليس بمستشفى هي غرف عبارة عن سجن الأسرى مقيدون ليلة نهار يتم تقديم المسكنات فقط لهم دون علاج لا نريد كمال أبو وعر آخر لا نريدهم بأكياس سوداء لا نريدهم أن يخرجوا إلى آلهم جثث وشهداء نريدهم أحياء فلذلك يجب على كل الفصائل الفلسطينية والسلطة أن تعمل فورا على إطلاق صراح الأسرى المرضى ويكفي ويكفي أن كان آخرهم الشهيد كمال أبو وعر عيشت كمال محمد عيشت كمال كيف كان تعامل مصلحة سجون الاحتلال معه كمال تم التعامل معه بالإهمال الطبي كمال أصابه السرطان خلال سنة كان رب العالمين يأخذ أمانته واستشهد داخل السجون ما يتم تقديمه للأسرى المرضى داخل السجون هو المسكنات فقط لا غير لا يوجد هناك علاج حقيق فلذلك نطالب بالإفراج عنهم لعلاجهم في الخارج أو في مستشفياتنا هنا وهذا العدو بالنهاية يريد أن يخرجهم جثثا وبأكياس سوداء نعم محمد الآن سأنقل الكلمة لوالدتك أم محمد بداية الحمد لله على سلامته أم سلمك الله يرضى عليك تسلمه يا رب مرحبا بك يعني أحدثينا عن مشاعرك بعد الإفراج عن محمد من 17 عام في السجون أم يرضى عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الربنا من عليه بالفرج واستنين هاللحظة كثير كثير وفرحة لا توصف كان فعلا استقبال حافل الحمد لله محبوب محمد والشعب والناس كويسين كلهم وقفوا معنا ونشكر جميع اللي أجعلين وقدرنا وكان في الفرحة معنا كيف كانت فترة 17 سنة أم محمد في ظل غيابه وهو الأبن الأكبر عندك الحمد لله رب العالمين صعبة جدا الله لا يعيدها ولا حدا يذوقها لأي إنسان ولا لأي أم كانت صعبة أنا كان علي رفض أمني برضو ما كنتش أزور كل سنة وإلي سنة وأربع شهور تقريبا من يوم الكورونا لحد الآن من شهر 11 2019 ما شفتوش الحمد لله رب العالمين الله من علينا بالفرج وإن شاء الله ربنا يفرجها يفرجها على جميع الأسرة أيضا أم محمد نجلك حسن تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال وإبعاده إلى قطاع غزة نعم نعم صحيح إحنا هوياتنا غزة وقدمنا لتغيير يريد من طلبنا الجهات المختصة إن أي حدا يقدر يساعدنا في تغيير هالعنوان تغيير العنوان من غير هويتنا لا بيتلحم قدمنا واتجهنا لأكثر من ناس بس ما فيش أمل الأمل في وجه رب العالمين أما محمد نحكي عن خلال فترة زيارتك لمحمد في السجون الدقائق هاي القليلة اللي كانت تسمح فيها إدارة السجن إليك بالحديث مع محمد حدثين عنك إن كان المرات معدودة يعني يمكن لو بدي أسجلها أنه طلع عني عشر مرات خلال سبعت عشر سنة عشر مرات تقريبا أو يمكن أكثر شوي مش عارف بالضبط والحجة بس الحجة رفض الأمني رفض الأمني علي رفض أمني أنا نعم كانت صعبة جدا بس شو الفرحة الواحد متلهف من جواة كلبة هيك يعني في كل كلبة يدوك ومتشوك وإيستنظار جدا صعب بس لما كنا نشوفها وننسى كل التعب اللي كنا نتعبه نتطمن عليه ونشوفها من وراء صح لغزاز ومن على التليفون لكنا نعبطها يعني أنا في سبعتاشر سنة ولا مرة صورت معها ولا مرة عبطت كانت هاي يعني موقف أنت محتاجة إلو بشكل كبير كثير كثير جدا جدا الحمد لله رب يعني هذا هو الواقع في سجون الاحتلال بحضنا وببوسى وبنين عندي وواقع أسوأ وواقع أسوأ نعم محمد أخبرتني أنه كان هناك يعني ترتيبات من قبل الاحتلال لإبعادك إلى قطاع غزة لكن تدخل المحامي حالة دون ذلك صحيح أنا الوالد عندي من غزة إحنا موجودين بالضفة ببيت لحم خصوصا من الثلاثة وتسعين من الثلاثة وتسعين بنحاول أنه نغير عنوان الهوية بحجة الدواعي الأمنية اللي فرضها الاحتلال وهذا إن بدل بدل أنه الاحتلال بفرق حتى بين حتى بين الأهل الحمد لله رب العالمين بالنهاية تم إيقاف القرار وعدت إلى أهلي وإلى عائلتي وإلى والدتي الحبيبة اللي انتظرت معي 17 سنة وأنا يعني بصراحة ما كنت أزورها يعني زورتها يمكن عشر أو اتماعشر مرة بكل فترة اعتقالي ويوجد برضو إخوة ما شفتم مشتيلة السبعة عشر سنة بحجة الرفض الأمني وهناك القصص الكثيرة اللي داخل السجون يعني لو الواحد بدي يقعد يكتب فيها ويروي فيها بتخلصيش ويدها مجلدات كثيرة هذا هو الاحتلال هيك بتعامل معنا بتعامل مع شابنا بتعامل مع أسرنا دون إنسانية دون أدنى الحقوق اللي أوصى عليها المجتمع الدولي إنسان محروم من شوفت أخوه سبعة عشر عام عشرين عام وثلاثين عام وكصص مماثلة كثيرة جدا 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 ولكن بالنهاية الحمد لله رب العالمين ربنا من علينا وشوفنا الحجة اللي صبرت واللي أعطتني كل الدعم كل الدعم اللي أعطتني أنا كنت أخذ صمودة بعد الله عز وجل وصبري داخل الأسر من أهلي اللي ما قصروا معي ولا بلحظة من اللحظات دائما كنت أشعر إنهم بجنبي والدي ووالدتي وإخوتة وحبايبه وأبناء شعبي اللي أنا فرحان بلقاؤهم الحمد لله رب العالمين وأسأل الله العلي القدير أن يمن على إخوان اللي تركتم خلفي بالفرج والحرية مثل أخونا ناصر أبو سرور ابن مخيم عيدة الذي قارب على الثلاثين عام أخونا محمود أبو سرور اليوم التكيت بوالدة ناصر الحجة مزيونة بصراحة بصراحة كان قلبي يعتصر ألم وبكيت ثلاثين عام تنتظر حتى فقدت البصر دون أن ترى ابنها بين أحضانها إن شاء الله أن ربنا بمن على كل الأسرة بالفرج والحرية وهناك الأسماء الكثيرة التي لا أريد أن أخوذ بها حتى لا أنسى أحد محمد شو أكثر حالة صعبة بين الأسرة أنت كنت عايش معها في سجون الاحتلال أكثر حالة صعبة في خالد الشويش ماهر الأقرع هؤلاء الموجودين فيما يسمى مستشفى سجن الرملة وهناك الكثير الكثير من الأسماء لا أريد أن أنسى أحدا حتى لا يعتب علي الإخوة بالداخل ولكن أمورهم كلهم صعبة دون علاج دون مساعدة ودون الكثير من الأمور التي يستحق أي مريض أن يقوموا بالتعامل معه به نعم الحمد لله على سلامتك محمد كراجة لسير المحرر من مخيم عيدة في بيت لحم إذن متابعينا الكرام مشاهدين هذا هو المحرر محمد كراجة له شقيق أبعد من سجون الاحتلال مباشرة إلى قطاع غزة وكما ذكر كانت هناك محاولة من قبل مصلحة سجون الاحتلال لإبعادي هو أيضا إلى القطاع كونهم من حملة هوية القطاع الحال والواقع صعب ولا يوصف حقيقة للأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة مع انتشار وباء كورونا وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تمارس من قبل الاحتلال بحق الأسرة وخصوصا الكبار والمرضى الذين لا يقدم لهم العلاج المناسب وفقط تقدم لهم المسكنات اليوم رسالة الأسرة نقلها محمد بعد 17 عاما من الأسر في سجون الاحتلال بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرة المرضى خصوصا فيما تسمى عيادة سجن الرملة والأسرة فيها يعانون إهمالا طبيا متعمدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في السجون الإسرائيلية هناك حالات مرضية صعبة لعل آخرها الأسير حسين مسالم من بيت لحمة الذي تم الإفراج عنه خلال الفترة القادمة أو الماضية وهو الآن يتواجد في إحدى المستشفيات الإسرائيلية يتلقى العلاج وحالته صعبة بعد إصابته بسرطان الدم في سجون الاحتلال الإسرائيلي نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر